دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بتسعى خلال تلك المرحلة لضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا حماية لسلامة وأرواح المواطنين وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج ويمكن ده اللي أكد عليه السيد الرئيس خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا قالت أن معدل الإصابة في مصر هو 34 لكل مليون حالة وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابات العالمي واللي بيبلغ 325 لكل مليون حالة مصابة تترقت الوزيرة للحديث عن إجمال أعداد الحالات المحولة من مستشفى العزل لعدد من المدن الجماعية ونزل الشباب بواقع 859 حالة وأشار المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض إجمالي عدد الأسرة المخصصة للإقامة والرعاية المركزة بالإضافة لأجهزة التنافس الصناعي المتوفرة في المستشفيات التابعة للوزارة وكذلك التعليم العالي والدفاع والداخلية وكذا موقف استعدادات المدن الجماعية لتحويلها لمستشفيات لعزل الحالات المصابة بالفيروس بنتكلم كمان على إجراءات التعامل مع المصريين العالقين بالخارج وتم خلال الاجتماع منقشة الإجراءات اللي حيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم وحيتم الإعلان عنها بكرا شاء الله